السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في محاضرة جديدة نتحدث فيها ما بدأناه عن الضمير وأقسام الضمير نتحدث اليوم عن الضمير المتصل وأقسامه حسب الموقع الإعرابي كنا قد ذكرنا قبل ذلك أن الضمير المتصل هو ما لا يبدأ به الكلام ولا يقع بعده إلا يعني لا يصح أن يبدأ به الكلام أبدا ولا يقع بعده إلا وما جاء خلاف ذلك من كلام العرب فهو ضرورة شعرية لا يقاس عليها ومنه قول الشاعر وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كي ديار فجاءت هنا موضع الشاهد في كلمة إلا كي والقاعدة وقع الضمير كافي الخطاب وهو ضمير متصل ضمير متصل بعد إلا لماذا للضرورة الشعرية لا يقاس عليه للضرورة الشعرية لا يقاس عليه ضرورة الشعرية أي لكي يحافظ الشاعر على وزن البيت الشعري فهو للضرورة الشعرية وقع الضمير هنا بعد إلا ولا يقاس عليه والضرورات كما يقال تبيح المحظورات فلا يقاس على الضرورة ننتقل إلى أقسام الضمير المتصل بحسب الموقع الإعرابي أي بحسب المحل الذي تكون فيه هذه الضمائر ينقسم إلى ثلاثة أقسام ضمائر رفع متصلة وضمائر مشتركة بين النصب والجر وضمائر مشتركة بين الثلاثة بين الرفع وبين النصب وبين الجر نبدأ حديثنا عن ضمائر الرفع المتصلة أي هذه الضمائر لا تكون إلا متصلة ولا تكون إلا في محل رفع وأغلب ما تكون أو أكثر ما تكون تكون في محل رفع فاعل ولذلك سمي الضمائر الرفع لأنها في محل رفع ومتصلة لأنها لا تأتي منفصلة لا بد أن تكون متصلة بالفعل قبلها وهذه الضمائر خمسة أولها تأ الفاعل مثل قولك فهمتو هذه التاء في ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل وألف الاثنين هو الضمير الثاني كقولك يفهماني الألف هنا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل وكذلك والجماعة في قولك يفهمون وأول جماعة هنا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل الضمير الرابع هو نون النسوة نون النسوة كقول الله تعالى والمطلقات يتربصنا هذه النون دائما أو الغالب فيها أنها تكون ضمير متصل في محل رفع فاعل وكذلك ياء المخاطبة وهو الضمير الخامس في قولك ذاكري أو تذاكرين في المضارع أو الأمر هذه ياء المخاطبة لا تكون في الغالب إلا في محل رفع فاعل ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع الضمائر وهي الضمائر المشتركة ضمائر متصلة ضمائر متصلة ولكنها مشتركة بين النصب والجر أو بين محل النصب ومحل الجر بين محل النصب ومحل الجر يعني مرة تكون في محل نصب ومرة تكون في محل جر ما هي هذه الضمائر ومتى تكون في محل نصب ومتى تكون في محل جر ما نذكره لكم في هذه الدقائق أول هذه الضمائر المشتركة التي مرة تكون في محل نصب ومرة تكون في محل جر أولها ياء المتكلم في قول الله تعالى ربي أكرمني ولكن ذكرنا ووضحنا الياء هنا في النطق هنا لكي تتضح للمتعلم فربي الياء هنا تصرت بإسم ياء المتكلم فهي في محل ضمير مبن في محل جر مضاف إليه أكرمني الياء هنا تصرت بفعل فهي في محل نصب مفعول به النوع الثاني من الضمائر أو الضمير الثاني الذي يأتي مشتركا بين النصب والجر كاف الخطاب وبعده هاء الغائب أو هاء الغيبة كاف الخطاب في قول الله تعالى ما ودعك ربك وما قال ودعك هنا كاف الخطاب اتصلت بفعل فهي في محل نصب مفعول به مبنية في محل نصب مفعول به ربك الكاف هنا اتصلت برب وهو إسم فهي في محل جر مضاف إليه إليه فهي في محل جر مضاف إليه طيب هاء الغائب في قول الله تعالى قال له قال له صاحبه وهو يحاوره هنا الهاء هاء الغائب اتصلت بحرف جر فهي في محل جر اسم مجرور وفي صاحبه اتصلت باسم في محل جر مضاف إليه ويحاوره اتصلت بالفعل هنا فهي مفعول به مفعول به يبقى الضمائر المشتركة التي مرة تأتي في محل نصب ومرة تأتي في محل جر ثلاث ضمائر ثلاثة ضمائر معذرة ثلاثة ضمائر ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغائب متى ياء استاذنا هذه الضمائر تكون مبنية في محل نصب ومرة تكون مبنية في محل جر نذكر لكم هذه القاعدة وهي مهمة تفيدكم كثيرا إذا اتصلت هذه الضمائر باسم فهي في محل جر مضاف إلي كما ذكرنا أثناء الشرح مثل قولك كتابي اتصلت باسم كتابك اللي هي كاف الخطاب كتابه هي طالما أنها اتصلت باسم قبلها باسم قبلها فهي في محل جر مضاف إليه إذا اتصلت بحرف جر فهذه الضمائر في محل جر اسم مجر سهلة سهلة جدا إلي المتكلم إليك كاف الخطاب إليه هاء الغائب طالما أنها متصلة بحرف الجر فهي ضمير مبني في محل جر اسم مجر طيب نكمل إذا اتصلت هذه الضمائر بفعل كما ذكرت لكم قبل ذلك أثناء الشرح أثناء الشرح فهي في محل نصب مفعول به مثل يا المتكلم تقول أكرمني هنا مفعول به كاف الخطاب قولك أكرمك في محل نصب مفعول به هاء الغائب مثل أكرمه في محل نصب مفعول به طالما أنها اتصلت بفعل طيب إذا اتصلت هذه الضمائر بإن أو بإحدى أخواتها أي هذا الضمير يكون فهو في محل نصب اسم إن مثل إنك إنه الياء هنا والكاف هنا والهاء هنا ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغائب طالما أنها اتصلت بإن أو إحدى أخواتها في محل الجر فهي في محل نصب اسم إن إذا اتصلت بفعل فهي في محل نصب مفعول به إذا اتصلت بإسم فهي في محل جر مضاف إليه وإذا اتصلت بحرف جر فهي في محل جر اسم مجرور بقي معنا النوع الأخير من أنواع الضمير المتصل وهو وهو الضمير المشترك الذي يأتي بين الأنواع الثلاث هو مشترك مرة يكون في محل نصب ومرة في محل جر ومرة في محل رفع وهو ضمير واحد ناء الدالة على المتكلمين ناء الدالة على المتكلمين كقول الله تعالى رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا رَبَّنَا أَنَّا هُنَا اتصلت بإسم فهي في محل جر مضاف إليه جر مضاف إليه إننا اتصلت بإنّا فهي اسم إِنّا سَمِعْنَا مِشْ سَمِعْنَا سَمِعْنَا عندما اتصل بها ناء الدالة على المتكلمين هنا نقول سَمِعْنَا فهي فاعل هنا وليس مفعول به فهي هنا فاعل فاعل وهنا اسم إِنّا منصب اسم إِنّا فالضمير هو ضمير واحد فقط هو الذي يكون في محل نصب وجر ورفع من الضمائر المتصلة هو ناء الدالة على المتكلمين فإلى لقاء جديد نقمن فيه الحديث إن شاء الله تعالى عن الحديث عن الضمير